الحديث الرابع في صحيح الإمام المسلم يقول صلى الله عليه وسلم إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان فإذا رأى أحدكم امرأة أو فإذا أبصر أحدكم امرأة فليأتي أهله فإنه يذهب ما في نفسه أو فإن ذلك يذهب ما في نفسه إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان فإذا أبصر أحدكم امرأة فليأتي أهله يقول كيف دحانتهم وصفتهم بالشيطان تروح بصورة شيطان وتدبر في صورة شيطان يقول طب أفهم الحديث يا جماعة الخير ليس الكلام عن ذات المرأة إنما الكلام عن الوصف لو جاءت مرأة وشغلت الرجل مثل ما قاعد نشوف اليوم فين في الأسواق وفي الشوارع العامة المرأة الغير محجبة والمرأة اللي فاتنة والمرأة فهذه المرأة قاعد تسوي في الرجل تشغله فيتخيلها كأنها شيطان مقصود مش الشيطان في ذاتها أي الشيطان الذي يدخل في قلبي فيغريه بالشهوة لذلك قال عليه الصلاة والسلام مباشرة فإذا أبصر أحدكم امرأة لأن الشيطان زين له إياها وزخرف له إياها وهي اللي قاعد تفتن للأسف هنا فليأتي أهله وقد ثبت في المسند أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مع الصحابة فمرت امرأة فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهله فأتى أهله قال عليه الصلاة والسلام كذلك ففعلوا كذلك ففعلوا فإن من أماثل أعمالكم فعل الحلال أو في رواية فإن من أماثل أعمالكم اتيان الحلال إيش يعني هذا الكلام النبي صلى الله عليه وسلم واقعي فهم الوضع تماما إذا المرأة التي كانت مغرية ومرت أمامك الشيطان يزينها ويزخرفها ويصورها كأنها شيطان وليست في ذاتها شيطان والحديث عن من؟ عن الفتنة وليس الحديث عن إيش؟ عن المرأة الصالحة ياما مرأة صالحة في المسجد وفي السوق وفي الشارع العام وفي كل مكان ولا عندنا فيها أي مشكلة ولا المجتمع عندنا مشكلة إذا القضية متعلقة بيش؟ متعلقة بي الفتنة فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم إجابة صريحة